دلوقتي ناس كتير جداً وكتير من الشباب تريدهم بيشتكوا لك مش قادر أنا عايز أعمل الحاجة بس مش قادر ما فياش طاقة ما عنديش باور ده بيكون ناتج عن ايه؟ مشاكل طبعاً كتيرة يعني حاجات كتيرة احنا بنعملها في حياتنا اليومية ما نعرفش انها بتأثر على طاقتنا وعلى تركزنا زي عدم النوم الصهر دي طبعاً لو صهرانة لغاية خمسة الصبح وعندي شغل عشرة الصبح اصحى اليوم كله هتتاوب ما فيش طاقة نعسانة لازم نعرف ننام كويس ولازم نحد شوية من التوتر كويس ده اللي هو من ست لتمان ساعات تمان ساعات على الأقل ما فيش ست طاقت لا لا خليهم تمانية يا كريم ومش خمسة الصبح لا حداشر اتناشر يعني بيبقى صعب يعني أنا بحايا وانده وفعلاً نوم الليل قفية حقيقي من نوم الليل طبعاً نوم الليل ده دي توكس للجسم كله دي توكس للكبد بتندك بالليل وانت نايم الخلايا المناعية بتنتج بالليل مهم جداً النوم بالليل مش النوم الصبح من الحاجات التانية برضو اللي بتأثر جداً على الطاقة كمية السكريات اللي بتتاخد في اليوم مش طبعية ما بقولش خلاص مش عارفين نمنع السكر يعني كفاية معلقة معلقتين السكر في اليوم على اليوم كله لكن عشر معلقة السكر على الشاي والقهوة دي مشكلة ومع حلويات السكر الزيادة ومع مشروبات الغازية ومشروبات الغازية من أهم الحاجات كمان لأن المشروبات الغازية بتقلل لامتصاص الفيتامينات والمعادن فكثرة المشروبات الغازية كثرة الكافيين ما بقولش ان احنا نمنع الكافيين نشرب الكافيين بتاعنا مرتين في اليوم لكن مش خمسة ستة بلاش اكساس للكافيين لأن الكافيين لما بيحصل له اكساس بيحصل هارت ريت هارت بيتس أعلى يعني وعدد ضربات القلب بيعلى والضغط بيعلى وحاجات كتير فنعرف نعمل مونيتر لكافيين مشروبات الطاقة كفاية واحدة ليه 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 افراط اي حاجة فيها افراط بتقلب ضد السكر الافراط ضد مشروبات الطاقة ضد الافراط الكافيين طيب ايه كمان اللي بنعمله الرياضة بتجري الدورة الدموية بتعلي كسافة العدم فاقدر امشي اروح ااجي الدورة الدموية تشتغل فالاكسوجين يوصل للدماغ نبتدي نركز ومع الاكل الصحي ومع الاكل الصحي اكيد برضو ممكن ندعم بمكمل غذائي تركيزه مناسبة جدا ان انا استخدمه يوميا ان انا ابقى داعم للطاقة والتركيز ومن اهم الفيتامينات المهمة جدا للطاقة فيتامين بي كومبليكس بكل مشتقاته وده اللي هو بيشكل جزء كبير من مكونات ألف مالتي فيد بصفة خاصة على حد علمية بيشكل جزء كبير